اشتركوا في القناة والنهاية مقطع يظهر يعني يبين لك غدر اخو الملكة للجندي هو في الارض صراحة شيء جدا غريب طبعا هذا الفولان ليدر في بداية اللعبة يبين لك نفس الشكل لكن اسلوب ثاني هذاك يتابع القوس لكن هذا يتابع الطيارة اللي بينزل منها الجندي طبعا الجندي بينزل منها على الليفل خمسة بيقابل هنتر بنت على الليفل خمسة وبينزل بيكون حامل معه السلاح طبعا هذا كله مخالف لي بداية القصة في لعبة ديستيني في الوقت الحالي لو تشوفون هو نازل بيكون معه نفس الشيء سكاوت رايفل ونفس الوقت كيف ما قلت لكم بيقابل هنتر الهنتر الثاني بيكون على الليفل خمسة طبعا مقدمة مختلفة عن الوقت الحالي واللي يالسين نشوفه طبعا يوم بيتقابل معها بيتخلون داخل عشان يبدؤون كيف ما تقولك القصة نفسها بيقابلون فولن ليفلاتهم كم ثلاثة الفولن الذي تقابله هنا في نظام اللعبة يكون لفل واحد وفي نفس الشيء الفولن والدرقز هنا حقين هاوس أو فولز لو تلاحظت الدرقز يجي لك أزرق وفي نظام القصة في الوقت الحالي يجي لونها عادي رقم اثنين الفولن يكون هنا يلابس لك وشاح في نظام القصة بعضهم لابسين لك وشاح بعضهم مبلابسين وشاح والشاح هذا وشاح خاص في هاوس أوف جدمن حق هاوس أوف وولفز طبعا شيء جدا يعني غريب بعض الحين واحد يقولك ممكن تكون والله شيء عادي إنه والله لونهم بس غير مشي الحال لا يعني شيء عادي لكن عندما تدخل داخل بتشوفون أشياء ثانية تصير فتحس بوجود مفارقات يعني كبيرة أنك تبدأ على لفل واحد تبدأ على لفل خمسة والقصة اللي نلعب فيها في الوقت الحالي تبدأ على لفل واحد الوحوش اللي تقابله مفروض رقم لفل واحد تقابله على لفل ثلاثة ويكون كلهم حقين هاوس أوف جدمنت وفي النهاية أخو الملكة يحاول ليغدر فيك وأنت في الأرض صراحة أعتقد نوع ما هذا الدليل أنه بيكون في خيانة للملكة وأخوها لجنود الأرض اللي كان معي اليوم كان معكم كل شهر السلام عليكم وحمد الله وبركاته